اليوم هي مباراة صعبة موقف البنك الاهلي في بطولة الدوري السنادي ليس على ما يرام لكن بطولات مباريات الاهلي امام البنك الاهلي دايما بتكون مباريات صعبة طبعا عندهم جهاز فن محترم بقيد الكابتن طارق مصطفى شوف مواجهات الاهلي امام البنك الاهلي تسع مواجهات فياز الاهلي في اربع مواجهات وتعادل في اربع مباريات وهزيمة وحيدة لنادي الاهلي فده بيدل ان المباراة النهاردة تكون صعبة والنادي الأهلي بيبحث عن فوز مهم جدا نهارده علشان يغرد في الصدارة جدول ترتيب من الأهلي في الصدارة لكن تلات نقاط مهمين جدا قبل مباراة بطل جنوب أفريقيا اللي هيسافر لها النادي الأهلي شايفين هنا يعني ده في فندق الإقامة واللعيبة بتتناول وجبة الغداء شايفين الوشوش كلها مركزة محمود كهرباء وعادته مرة أخرى مهمة جدا للتهديف وده اللي قاله مستر كولر في المؤتمر الصحفي السابق قال أنا محتاج ويسام أبو علي ومحتاج محمود كهرباء النهارده عودة كهرباء للتهديف مرة أخرى هي ارتفاع للمعنويات الرجل كان محتاج مباريات علشان الناس كانت تتكلم كلام كتير ورحيل كهرباء على النادي الأهلي هو الرجل محتاج مباريات خد مباراة الأولى من التحاد السكندري ما كانش موفق فيها المباراة التانية بيثبت نفسه وبيعيد الثقة مرة تانية لنفسه ويكون موجوده المنافسة لصالح الفريق النهارده عودة يوسف أيمن مرة أخرى من المنافسة يوسف أيمن من المدفعين المميزين والجايدين لكن حالة النادي الأهلي والفريق النادي الأهلي في الشوط الأولى في مباراة سيراميكا كانت كلها يعني ما كانتش جيدة الرجل استبدله بين الشوطين لكن النهارده عودته مرة أخرى علشان النادي الأهلي محتاج اللعيبة كلها بشكل كبير هطمن حضراتكم برضو على وسام أبو علي وأشرف دار واتنين لعبين مهمين جدا وسام أبو علي يعني الأمور الطبية ماشية بشكل جيد جدا بدأ تدريبات في الملعب وسام أبو علي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يكون متواجد في مباراة الانتر كونتينينتا القادمة في قطر هيكون موجود بإذن الله ومن المحتمل الكبير أن يشارك في المباراة الأمر الثاني بالنسبة لأشرف داري برضو هيكون متواجد قبل مباراة الانتر كونتينينتا لكن العقبة الوحيدة أمام أشرف داري هي حتة رتم المباراة بقى له فترة ملعبش بسبب إصابة الأنكل فهي دي العقبة الوحيدة لا تكون قدام أشرف داري لكن الاتنين بالنسبة لوسام أبو علي وأشرف داري هيكونوا الاتنين إن شاء الله موجودين قبل مباراة الانتر كونتينينتا أشرف دالي يعني شفنا الفترة الراحة الجهاز الفني ما حبش يستعجل عليه بشكل كبير ياخد فترة العلاج بتاعته كافية علشان هو واحد مهم شايفين هنا الكابتن محمد رمضان ودوره المهم جدا والكلام الكتير دايما مع عكبة الفريق لما بتشوف رامي ربيعة بتشوف محمد الشناوي بتشوف محمد مجدي أفشا يعني دايما لما الكابتن محمد رمضان بيعقد جلسات مع العبال كبار علشان دي رسال مهمة لكل اللعيبة والراجل ده دايما بيطبق اللوايح خلاص انت عرفت عندك مدير ريضة ومدير كورة يعني قوي فالنهار ده دايما بيحكمه اللوايح وهو خلي بالك يعني دايما بيشوف مصلحة النادي الأهلي ومصلحة الفريق ومصلحة النادي الأم ومصلحة الفريق في تطبيق اللوايح علشان كده يجب على اللاعبين كلهم الفترة اللي جاية التزام ولازم فيه يكون فيه إنكار للذات ان دايما بنبص للنادي الأهلي دايماً النجم في النادي الأهلي هو الفريق ما فيش أفراد الأفراد بتيجي بعد النادي الأهلي لكن دايماً النجم في المنظومة هو النادي الأهلي